بدأت اليوم جلسات محاكمة لاعب كرة القدم أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر تعقد الجلسات في محكمة عابدين برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت أحمد ياسر المحمدي للمحاكمة الجنائية بعد اتهامه بالتعدي على الفتاة وفقا للتحقيقات تم استجواب اللاعب بعد تقديم الفتاة بلاغا ضده وتم إخلاء سبيله لحين استكمال الفحوصات الطبية للتحقق من صحة أقوالها عقب الإفراج عنه عاد المحمدي إلى مصر مما دفع الجهات المختصة للتواصل مع الانتربول الدولي للقبض عليه تم القبض عليه في شرم الشيخ وتحفظ عليه بقسم عابدين وفي التحقيقات صرح اللاعب بأنه على علاقة بالفتاة وأن ما حدث كان بالتراضي في تناقض مع أقوال الفتاة التي اتهمته بالاستدراج والاعتداد